شكرا جمانا التسع صباحا بتوقيت القاهرة السبعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم موسيقى وجه الرئيس عبد الفتاح سيسي بتعزيز برامج التوعية للمواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا فضلا عن التجديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات خاصة في الأماكن التي تشهد تواجدا كثيفا من المواطنين جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين وصرح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة الوضع الوبائي الراهن لانتشار كورونا هذا ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار في حملات التطعيم للفئات المستهدفة وتسير الحصول على الجرعات المنشطة بالإضافة إلى دعم مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية بمزيد من الأجهزة والمعدات اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة كما طلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازمة تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة وصرح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تبادل وجهات النظرين بالشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك حيث عبر العاهل البحريني عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية بقيادة الرئيس على الساحة الإقليمية والعربية لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي وخلال الاتصال تم التوافق حول أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة حفاظا على الأمن القومي العربي كما تم بحث بعض الموضوعات تعاون ثنائي بين مصر والبحرين وأكد السيسي خلال الاتصال على استمرار دفع وتعزيز آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا وتطورات المتلاحقة في منطقتنا العربية وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر أمن الخليج جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ستبدأ على الفور في اتخاذ الخطوات لازمة لتنفيذ قرارات رئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوتين بدءا لموازنة العام المالي القادم وأشار مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أن تلك القرارات تعكس تطلع القيادة السياسية بعين الاهتمام إلى المواطن المصري والسعي الدائم لتحسين الظروف معيشته وفي مستهل الاجتماع الذي عقد عبر تقنيات الفيديو كونفرنس أشاد مدبولي بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم مؤكدا أن الحكومة بصدد العمل على ترجمة التكلفات التي وجه بها الرئيس السيسي في ختام فعاليات منتدى من خلال تحويلها إلى خطط تنفيذية تعمل عليها الوزارات ومختلف الجهات المعنية أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1599 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم بيتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 337.627 حالة وأشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 1379 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته لافتة إلى وفاة 33 حالة جديدة أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 204.854 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة ماضية وذلك في حصيلة قياسية لعدد الإصابات اليومية بالفيروس في البلاد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 23.416.748 حالة وأضافت الصحة البرازيلية في بيانها أنه تم تسجيل 388 وفاة جديدة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 621.855 حالة حضر الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا من أنها ستواجه كارثة في حالة مهاجمة أوكرانيا وأكد بايدن خلال مؤتمر صحفي أن إقدام روسيا على مهاجمة أوكرانيا سيعرضها لخسائر فادحة في الأرواح بساحة القتال وعقوبات قاسية غير مسبوقة على الصعيد الاقتصادي وأضاف الرئيس الأمريكي أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يريد نشوب حرب واسعة النطاق نهاية مجاز التاسعة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر وبعد الفاصل